بعد أن حرمتهم الحرب في سوريا من مدارسهم أصر هؤلاء الأطفال السوريون على متابعة ما فاتهم من معلومات دراسية وذلك من خلال انضمامهم لمشروع باك اون تراك للتعلم الذاتي الذي أسسه أكاديميون ألمان وسوريون في العاصمة برلين المشروع الذي انطلق منذ حوالي عامين يعتمد على منهاج اليونسي في المعدل لدعم الأطفال السوريين في الرياضيات والعلوم واللغة العربية وغيرها بطريقة التعلم الذاتي نحن نستخدمه لأن الأساتذي الألماني قالوا لنا أنه صعب أن نشرح لهم كل هدول الشغلات بالألماني فهدول المتوفرين عنا ولكن إذا صار لهم فترة طويلة الأطفال هون بألمانيا الأغلب بيكونوا صاروا استوعبوا أكتر إذا شرحنا لهم بالألماني وهذا الموضوع كمان متوفر نحن في عنا أساتذي ممكن يشرحوا باللغة الألمانية عدد من الأكاديميين والمختصين الألمان والسوريين والعرب يعملون في هذه المنظمة كمشرفين لا مدرسين وذلك بهدف منح ثقة للأطفال ودفعهم باتجاه التعلم الذاتي وليس عبر إلقاء المعلومات في أطفال بيتعلموا بسرعة لأنهم بجوز عمرهم أكبر في أطفال بيتعلموا برتم بطيء فهذا اللي بفرق عن الطريقة السورية وطبعا هي ما طريقة إلقاء هي طريقتنا ما طريقة إلقاء عم نعلم الطفل كيف هو يحصل المعلومة وكيف هو يتعلم لحاله طبعا بمساعتنا بإشرافنا نحن هوني عبارة عن مشرفين مننا معلمين منقعد نلقي المعلومة هو عبارة عن شخص متلقي لا هو الطفل فعلا بهذه الحال يتعلم أنه يبحث عن المعلومة بنفسه أو على الأقل يحاول بالأول يشوف هذه المادة وبعدها يطلب مساعدتنا جدير بالذكر أن هذا المشروع يخلق جوا تعليميا مرفقا بوسائل الترفيه للأطفال كلا يشعر بالضغط والصعوبات التي تصادفهم يوميا في مدارسهم العادية مشروع باك أونتراك للتعليم الذاتي خطوة تعمل على استعادة الحلقات الضائعة من حق التعليم للأطفال السوريين وذلك بهدف تنمية قدراتهم وتهيئتهم للنجاح في دراستهم مكسيم ليس أورينت نيوز برلين